موسيقى لكن لما اتعرضت الظروف أو الموعيد ما بين منتخب مصر والنادي الأهلي منتخب مصر الأول كلنا اتلعنا وقلنا الكلام ده لا منتخب مصر الأول قبل الأهلي ومصر قابلينا كلنا مصر قابلينا كلنا ومصر ستظل دائما قبل أي حاجة في حياتنا كلها خليني أرحب ضيوفنا في هذه الفقرة أحمد مجدد زكا كاب 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 كله زكا كاب خليني أبدأ بجيمي أجل تعرف جيمي بيحب مع القطايف واللطايف جيميل أنا سمع أنه قد يكون هناك اتجاه داخل اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام الدوري الواحد على الدولي العام المصري الممتاز هل الكلام ده نسمعه لمجرد السمع ولا الكلام ده حصل بالفعل وأنا عارف أن أنت كان لك لقاء مع حد مهم لو عايز تقول بس يا كاب وأكيد في البداية يعني خلينا متفقين أن السنة الجاية سنة السنائية بتكلم على موسم في عدم بطرات كبير جدا سواء من الشارك في نادي الآلية أو حتى الفرقة المصرية في الدوري أبطال أفريقيا وأبطال كاس الكنفيدرالية بتكلم كمان على تصفية كاس عالم ثم كاس أمم أفريقيا فأنت بتكلم على أول 6 أو 7 شهور ده غير بس تعداد أولمبياد فأنت بتكلم على 6 أو 7 شهور يا أحمد الدنيا فيها مضغوطة بشكل كبير جدا اللي أنا عرفته يعني ومتأكد منه أن فيه اتجاه أكيد كبير جدا جواد تحاد الكرة يمكن فيه توافق داخل اتحاد الكرة المصري على قصة تغيير نظام شكل دور المصري ولكن هو السؤال هنا هل قرار تغيير شكل دور المصري هو قرار تحق كرة لا هو قرار ربطة الأندية المحترفة اللي هي بتنظم بطولة الدور المصري الممتاز طب إيه الاتجاه جوا ربطة الأندية؟ الاتجاه جوا ربطة الأندية أقامت الدوري بشكله طبيعي ولكن اتحاد الكرة يعني في جابها كده بيقودها كابتن حزم إمامن هو شايف لابد من تغيير شكل الدور المصري الممتاز بجانب طبعا يعني كلف الحج عامر حسين بعمل تصور جديد للدوري لو هيقام بنظام الدور الواحد ويبقى فيه عشرة بنفسه على الفوق وعمل النبوط أه لأ تمانية وضعوا حاجات زي كده يعني وقال لك دعوا نظام الدوري بلجيكي وإن احنا شايفين ممكن يطبق السنة الجهة بشكل استثنائي ولكن كابتن هيقابلهم أزمة كبيرة جدا هي رفض الأندية تكلمت تفقين للأنداية هترفض يعني حتى لو كنت بكلم مصدر كبير جدا يعني في رابطة وقال لي لأ قال لي حتى لو احنا قررنا ده محمد القصة كلها للأنداية ولا تاني أكبر تاني أكبر لا يعني شخص شخص مسؤول قال لي قال لي قصة كلها تبقى برضو ويقرار رايح لدورين بشكل طبيعي ورغبة اتحاد الكرة احنا بتتنقل لنا وشوفنا التصور وكل حاجة وأكيد ده شكل شكل كويس واستثنائي وكل حاجة بس الأندية لما هيتعرض عليها بقى فيه رفض ولكن المفاجأة بقى كابتن أن روي فيتوريا مبارح خلال المؤتمر الصحفي هو لمح أن عنده اقتراح قالوا للمسؤولين في التحاد الكرة البصري وهيقولوا للمسؤولين اللي هم هينزموا بطولة الدورة يعني لربطة الأندية بشأن الفترة جاي راجل حط بعض الطلبات اللي عاوزها قبل أمم أفريقيا وقبل تصفيات كاس العالم الطلبات دي طبعا مش هتنفع مع نظام الدورة بودورين تبتكلم على أنه عاوي الشهر أو ما يقترب من الشهر قبل أمم أفريقيا عايز قبل كل تصفيات كاس العالم ياخد كل اللعيبة اللي هو محتاجها قبل أي وقت عشان يعمل معسكر بيهم الراجل شايف أنه أول سنة في تصفيات كاس العالم يقدر يفوز بربعة ماتشات على الأقل في التصفيات عنده ماتشات هو شايفة على فكرة سهلة مش شايفة صعبة بتتكلم على أمم أفريقيا وقاوز على الأقل ينفس فيها ثم بعد كده بقى يشوف مصيره مع منتخب مصر هيكمل مش هيكمل دي براحته لأنه بعد المنتخب يا كابتن يقدر يفسق لو عاوز يمشي بس هو الراجل سألنا في المؤتمر الصحف راجل قال لا أنا مكمل وشايف أن الدور المصري ما ينفعش يبقى ملوش بداية وملوش نهاية والحد اللحظة دي أنا معرفش هيبتدي أمتى والحد اللحظة دي في جوالات في كل دوريات العالم والدوريات الإقليمية كلها بدأت وبقالها أكتر من 3 أو 4 أو 5 جوالات وإحنا ما عندناش ولا دوري بدأ وفضله شهر عبال ما يبدأ الراجل يا كابتن بلغ اتحاد الكرة بالأمس أنه موافق على اقتراح النظام الدول الواحد وقال لهم لو عاوزيني أنا أقنع الناس أو أقنع الأندية أنا ممكن أتكلم مع الأندية وأقنعهم لأن ده فصالح اللعيبة بتاعت الكرة المصرية لهم عاوزين أن منتخب مصر يكمل في أمم أفريقيا ويكمل في تصفات كاس العالم ولكن غير كده مش هتطالبني بحاجة أنا اللعيبة عندنا تبقى مجادة هو عنده ناتي أنت بتكلم في معسكر يعني مكبر أنه ما يخدش كل النادي الأهلي اللعي بتنادي الأهلي مش زنبها برضه أنها بتلعب سوبر أفريقي ما أنت كم نادي في مصر عندك بيلعب كم البطولات دي بسبب أنه هو بيفوز ببطولات ما فيش غير النادي الأهلي فالسوبر الأفريقي جي بوص كل التفكير بتاع الراجل أنه كان عاوز ياخد ماتش إسيوبيا فماتش تونس بشكل قوي السنة الشهر الجاي كابتن برضه على حسب معلمتي في الجزائر في الكويت وفي زنبيا في القاهرة فأنت عندك ماتشين ودين جامدين برضه فكان عايز لعيبة كلها هيصطدم في شهر 11 هيبع عنده سوبر الأفريقي قبل ما هيصطدم في شهر 11 يا مجدي برضه معه عشان أنا عايز أعرف لماذا هذا التعنت من قبل كابتن حزم إمام وكابتن روي فيتوريا وكابتن غرابة فيما يحدث مع النادي الأهلي في ظل أن أنت بتتكلم في توقيتات وطح أنه أنا هلعب جمعة 3 جمعة جمعة إثيوبيا 3 تونس مباراودية لمنتخابنا الوطني 15 للسوبر الأفريقي في شهر العاصمة في السعودية سوبر الأفريقي في شهر العاصمة في السعودية وبالتالي أنا سهل جدا أن أقول يا جماعة خصوصا أن مباراة إثيوبيا لا تغني ولا تثمن تعصيل حاصل تعصيل حاصل يوم الثلاث مباراودية وبالتالي لماذا هذا التعنت مع نادي الأهلي عن الرغب من أن أنا شفت من اتحاد كرة القدم ومن الكابتن حزم تحديدا ما قبل معسكر النيجر لعباريا أول معسكر لدوري بيتوريا بطولة ودية وكل حاجة وبالعكس كابتن حازم طلع في كل حتة وقال لك يا جماعة لازم وتسيبه نعمل وكان هناك اجتماعات ما بينك كابتن حازم لماذا هذا التعنت مع نادي الأهلي في ظل أن أنا رايح ألعب بطولة رسمية ومن مباراة واحدة هاخد بيها بطول لو ربنا كره يعني في بيت شهير يقول لك إذا كان ربه البيتي ومش هايزين نكمله لأنه أنت أرسيد قاعدة يعني أنا كنت أتمنى أن نقعد نتكلم في أننا بنقول الأولوية المنتخب مصر على طول الخط وأن ما فيش استثناءات تدايق حد من حد أنا جايب الكلمة بتاعت كابتن خطيب ليه وبجيبها كل شوية ليه عشان ما حدش يطلع يزايد لأن أنا كل شوية بيجي لي حاجة على التليفون يقول لي أصلاً مثلاً يعني أحمد مجدي طلع يتكلم يقول بصوا بيقولوا لا طب بص حضرتك أنا عشان كده لا لا رمز النادي الأهلي فاهم قوي قيمة المنتخب فأحنا كان في سنة كل الناس تقف على طرابيزة واحدة وتقول إيه الأولوية المنتخب مصر ونرسيها قاعدة ويبقى ده اللي مش تمام ولكن أنت قبلت بشكل ما بخرق أكيد السنة اللي فاتت في كاسلوسيل فالقاعدة مش قلاص القاعدة كده تم ضربها في مقتل زي ما بيت قال زائد أنت قلت أننا مش هستسني حد من لعبة الأهلي وبعد كي أتلعت في المؤتمر قلت طب ما هاخد أربعة ومش هاخد تسعة التمانية يعني كأنك كمان في الموقف ده هتطلع يعني هتشغل الأهلي جميلة في أنك واخد اللعبة الفعلا اللي أنت بتعتمد عليها كعناصر أساسية الرباعي اللي هو محمد الشناوي محمد هاني مروان عطية محمد عبد المنعم أنت في السياق العادي ما بتلعبش حسن الشرحات أساسي ما بتلعبش قفش أساسي ما بتلعبش كهرباء أساسي ما بتلعبش من تاني وحتى مروان مش أساسي ما لقى مروان بيأخد أكتر بس لأصول الأربعة المؤكدين اللي أنت عايزهم في التشكيلة أنت رجل خطهم والأهلي تمام وخلينا نقول يعني بالورقة والألم كان نفسنا نقول أنه يحقلك على طول الخط تمام وده حقيقي ولكن أنت قبلت بخرق للقاعدة من البداية ما تكلمش في استثناءات تاني أو أن حد يبص الاستثناءات هذه نقطة النقطة التانية بالنسبة لنظام الجدولة أنا مش متخيل أن الرابطة لما قالت أننا هنقيم الدوري يوم عشرين تسعة بنهاية الموسم اللي فات أننا دلوقتي دخلين على واحد تسعة بعد بكرة ولسه بنتناقش في نظام المسابقة نحن مفروض دلوقتي كل واحد عارف هيلعب مين أول وثاني والحاج عامر قاعد والحاج عامر قاعد بيعمل كذا لا لا أصدر هلا أكون في عونه بجاة نظري لا طبعا بيشتغل بيشتغل على التصور أصد إن هو كل شيء يعمل التصور هو شايل أخطاء ناس كتيرة جدا ويعني هو أكتر واحد الناس بت هو بطلع أي كلم بطلع أو برضو بيحمل نفسه هو بطلع أي كلم بقول أنا جايز تتصور ده وجايز تتصور ده طبيعي جدا المفروض ده عمل لتحكورة بشكل كامل بس أنا بس عشان ما قطعش أحمد في حتة اللعيبة دي يا أحمد ومعلوم أنا مسؤول عنها لما حصل تواصل بين روي فيتوريا وما بين مرسيل كولر بتعمل كان كويس جدا والإتنين اتكلموا مع بعض أيها معلش مهمة جدا النقطة اللي حيقولها لمحمد جمال دلوقتي عارفين حضراتكم ليه إنه بالفعل أنا قلت كلامي في الإنترو قلت هذا الكلام أن حصل تواصل ما بين تواصل ما بين روي فيتوريا ومارسيل كولر ولكن هذا التواصل كان قبل قبل ما يتم الإعلان عن أن مباراة تحديد مباراة السوبر الإفريقي هتقام يوم 15 في الطائف السعودية مرة تانية بالفعل أنا قلت هذا الكلام أصلي في الإنترو الزبطة كامتن كان عفاك بالزبطة كان من بدر شوية والإتنين لما تكلموا كان موضوع إيجابي لأن الرجل بيتكلم مع كل أندية ويتكلم معه لو كان بيتكلم معه مين مصاب مين في فترة إعداد مين عالي شوية فقال تلعب تونس وبعد كده لا بس دي بقى الموضوع ده لا الموضوع بتاع تونس ومين ما لعبش ماتش تونس هو كان قراص تب من الاتفاق أن في استقرار أن السوبر الأفريقي يا كابتن هيقوم في شهر سبتمبر تمام إمتى لسه ما كانش تبريت تحديد عشوائية عشوائية يعني معاكم من 15 إلى 18 وفي طرف انت عارف لا لا ومش في طرف الطرفين وراهم تصفيات وراهم حاجات تعرف ان في طرف عنده وعنده ماتش منه ونحبة زي كده فبديه خلص رحلوا من تلس دي مش أول مرة ده مرة الأهلي بيلعب بلغير لعبته في كاس علام أندية صح انت بتتكلم بيلعب بلغير لعبته عشو في أمه أفريقيا بتسافر قرة تانية في تلس حاجات غريبة ومتخب بلغير بحصل في مشاكل كتير الماتشات اللي خسرناها والدولة اللي خسرناها حاجات كتير يا كابتن بس بقى أقول لك بس في التواصل اللي حصل بابيره ما تطركوش لأنا هاخد مين ومش مين هو تطركو لأن احنا دلوقتي هنضم عدد أقل من لعبت نادي الأهلي عشو أنت عندك لعيبة ممكن أكيد معرضة لإصابة وحنا في فترة إعداد هناخد لعيبة وليلة وأنا عايز أستفيد بلعيبة المتخب من الحاجات الغريبة جد أنه أنا بعد أسبوع أجاب لعيبة هتلعب ثلاث ماتشات في أسبوع تاني صعب جدا صعب جدا هما الأسبوع ده هم بدأنا يوم الحد سافروا الحد بالليل سافروا الاتنين أعتقد الاتنين كمان بالليل الاتنين الصبح سوري الاتنين الصبح اتمرانوا هناك وكانوا اتمرانوا السابت اتنين ثلاثة أربع خميس والمفروض يلعب ماتش الجمعة لعب مع إثيوب يوم تمانية بالزبط الجمعة اللي جاية يعني بالزبط بعد كده الثلاث مع تونس بعد كده الثلاث مع تونس وبعد كده الجمعة مع النادي الآلي في التحاد العصر في السعودية لا دعا كده بنتكلم في حالات إن شاء الله ما يحصلش إصابات بس خباك كانت الحية التقسيمة اللعيبة والكلام ده كان تواصل ما بين يعني إقدارة الكرة تواصل وليس اتفاق لأنه الاستاذ محمد مرابا طلق امبارح قال كلام غير صحيح النادي الآلي على ده وفجئنا كابتن هالي البيان اللي تلعه يا جماعة هو أنا لما اقترح عليك أنا لسه ما ردتش هل ده معنات اتفاق لا وحاجة أنا كابتن هالي يا جوز إن اللاعب يلعب مباراة يوم 12 ويسافر السعودية لعب ماتش يوم 15 فوينال أعتقد صعبة أنا أقول لك الفكرة وأقول لك المعلومة اللي هتحصل قل اللي اللي هتحصل اللي هتحصل اللي هتحصل إن الراجل عاوز عبد المنام ليه هو راجل بيفكر في نفسه شفكر فكر حاجة تعني هو راجل الآن معندوش مدافعين عنده قصابتين رباط صليب الوينش وإحجازي الراجل عنده كمان خايف على عبد المنام جدا من الانزاره قدام أسيوبيا لو خاد انزارها يغيب أول ماتش في أمم أفريقيا وهو عارف إن حجازي والوينش إصاباتهم متويلة شوية ومعندوش حد غير علي جابرو محمود ماري عيش شاب صغير ياسر براهيم كبير مصاب مش معافة المعسكر فالراجل بيفكر إن عبد المنام اللعب ماتش تونس لأنه ماتش من التصنيف الأول والراجل بيقولها كده أنا لو خسرت الجمهورة ينسى كل الماتشاط بتاعت الفوز النربة فوزة دي وهيحملني الخسارة لكن لما هيحكم الرأي والاتجاج والاتحاد الكورة دلوقتي لا خلاص اللعب ماتش أسيوبيا ويشارك منهم اللي ممكن يشارك وممكن ما يشاركش ما تخلوهش يشارك وبعد كده يمشوا بعد ماتش أسيوبيا بعد يوم تمانية واعتقني ده الحل الأنسب للخروج من الأزمة دي يا أستاذ محمد لا أستاذ زحمل أنا بس برضه حتى لو هو ده الحل ده رغم مننا ده مش درائي 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 أكيد خلي بالك النادي القلي بيدرس الموقف وحيعلن عن موقفه خلال الأيام طبت النادي القلي أعلم بشكل رسمي أنا بطلب إعفاء لعبة النادي القلي من معسكر والنادي القلي أعلن بشكل رسمي أنا بقول لحضرتك المعلومة اللي عندي إن التفكير ده تجوى تحت الكورة حيثة عبد المنقم والكلام ده الكلام ده كله كان في التفكير ولكن أنا بقول لك يلعبه مباراة أسيوبيا ثم مش موجود يقول لك الفكرة اللي جاء المنتخب مصر النادي القلي النادي القلي مش عاوز لعبة تتروح لأن انت بتكالب كل الوقت هيرجعه من نمسا غريبة جدا أسيوبيا لو قسرناها هنخسر 13 نقطة ونرجع في التصنيف أسيوبيا لما خسرت منتخب مصر فأسيوبيا دي مباراة لها زروفها مباراة معك محمد صراح من المفترض معك محمد صراح معك مربوش معك الأيبة دي كلها معك الأساسين دي كلهم أعتقد تكسب يعني أعتقد ما ينفعش أنك تكون متوقف أن الأربع لعبين يقدرون أكيد لعبتنا دي اللي تقدر تعمل فريق بشكل كبير جدا ولكن أنت لازم تبقى موجود على فكرة الكلام اللي أنت بتقوله ده أنا أستطيع أن أنا أتكلم أتكلم مع الأستاذ محمد غرابة فيه يعني إيه يعني هو يقولي لا أصلاحنا هنخسر 23 نقطة أقوله طب ما إحنا ممكن نعمل كذا ويبقى فيه فيه تواصل أو تواصل أنا آسف بس مش تيجي تقعد معايا ونتكلم في حاجة مش تيجي تقعد معايا وعيسة معني كدام أنا اتفقت معاك اتفقت معاك على إيه وانت لما تقترع عليه اقتراح وانا أقول لك هفكر فيه لو أنا قلت أنا معرفش إيه اللي دار في القاعدة يعني أكيد معلمتش إيه اللي دار بالزبط لكن عرفت أنه لا ده اقتراح وتم رفضه علانية أمام الجميع وبقان رسمي وبقان رسمي كم تروا بعدين الناد الاهلي حتى لو فيه حاجة حصلت بيني وبينك وده ما حصلش لم يحدث لأنا عرفته أنه اقتراح وتم دراسته مش تم دراسته وعد يعني يتم دراسته بس الاتجاه للرفض طبعا لا بعدين كالي بالك برضو ما كانوش يعرفه كمان الموعد يا كابتن ما كانوش يعرفه الموعد انت بتكلم الموعد برضو في وقت صعب جدا انت بتكلمه 15 لعبة تسافر إمتى المدينة الطائف ولعب والمباراة ماتش صعب جدا يعني اتحاد إفريقيا عشوائي لا واتحاد إفريقيا يا كابتن برضو لازم يبقى فيه يعني اتحاد الكورة لازم يبقى عارف يتواصل شوية لازم يبقى عارف معادة دوري بتاعه اقول لحركة الحاجة لما تبقى مبارح بس مبارح لو كام أغسطس 30 اعتقد لما يوصل مبارح يا كابتن 30 اغسطس موعد ما تشط تصفيات تصفيات كاس العالم لمنتخب مصر انتقف لقورة معمولة من امتى معمولة من فترة كبيرة جدا منتخب مصر أرسل أكتر ممرة لاتحادر إفريقيا عشان يعرف موعد تصفيات كاس العالم ما عرفش قبلها لما تيجي الطالبهم بما وعد فاتش غيني وما كانوا متعرفش اللي قصوده في هذا الأمر ان الموضوع بسيط جدا ان احنا كان سهل قوي ترابيزه زي دي أصغر شوية ممكن مش لازم كبير قوي كده نقعد عليها وكابتن حزم إمام يتنازل ويقعد مع الناس زي ما قعد في ويدافع عن النادي الأهلي زي ما دافع عن نادي زمالك قبل كده في المباريات اللي لعبها اللي خرج بها لعبت المنتخب ويقعد مع فيتوريا ويقعد مع فيتوريا ويقنعه بوجهة نظر سوى اجابت تقول مثلا في شهر تسعة كان ماتشيلي نايجر وليبريا دول كان اقول ماتشيلي روي فيتوريا طبيعي راجل عايز فرق على كل لعيب يعني انت سعية حتى ما تدرش تقول لي صحيح على رأيها اه ما تدرش تقول لكنت لقات في فيتوريا واخد كل ضماناته في القايم يعني الضمان في القايم لو انت عاوز تجيبهم ومش هتلعبهم مبرضو مجهود انت تجيب لعبها من نمسا على فكرة دول وماتشين تصفات كاسا ألم كان رأينا كلنا يكون مختلف لا 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 كل النادي اه نسي اتصد ان احنا نحن نقول فيتوريا الناس بتتكلم في ايه الناس بتتكلم يا احمد في التسايل في ايه انه ده النادي اللي عنده ماتش رسمي ببطولة الناحية التانية الماتشين منتخب مصر اكبر يا جماعة بكتير جدا من ان هو انا محترامي يقلق بمباراة اثيوبيا علمية من مباراة تونس منتخب مصر بطل افريقيا اكتر منتخب في افريقيا واخب اطلاط لا انا مشاكل لحاصل فني انا مشاكل لحاصل فني انا برد على اللي بتقال فني ان هو الموضوع يعني ممكن يحصل تنسل يعني انا اللي اربعة اللي اخدهم انا اللي همني في هذا الامر ايه لان انا اللي همني في هذا الامر ان كان من الممكن ان يكون الموضوع ابسط من كده بكتير بشوية امور تنسيق وتنسيق واضح جدا زي ما كابتن حازم يعني كان مش عايز اقول كلمة مش لطيفة لكن كابتن حازم كان بيعمل كل المجهود علشان يطلع لعيبة الزمالك في مباراة دي ما عندناش مشكلة على فكرة اوكي يحصل ولكن في مثل هذه المباراة كان يجب على كابتن حازم miejم زي ما اقنع روي فيتوريا في المباراة الاولى وزي ما اقرع روي فيتوريا بكبتن ايمان عبدالعزيز وزي ما اقنع روي فيتوريا بكذا وكذا وكذا كان من الممكن جدا ان كابتن حازم امام يقنع روي فيتوريا بان هو راو بحيبا دول والكلام اللي بيقوله جميع انه روي فيتوريا بقدرس حاجةfull بشكل رسمي بشكل شبهرسم الدوري بشكل الطبيعي. اربعة وثلاثين اسبوع. اربعة وثلاثين اسبوع? من دورين عادي. انا نفسي اعرف الجدول. شاف اعمال ازاي انا بصراح عندي. انا بصراح عندي. انا هناك حاج عامل. ده في كاس. من دورين. من دورين. من دورين. والقرع ان شاء الله بعد بوراة مصر الاستيوبيا. الاعلان عن تفاصيل الدولة. ده معلوم. ده مفروض له الدولة ده معلن عشرين تسعة. يعني مفروض ان الدورة بشكل كبير. يا 17 الى 18 هنطلق. انا عايز دوري في العالم الناس مش عارفة مرشاتها. قبل عشرين يوم. مش عارفين نظامها. ما فيش دوري في العالم. يعني. انا ما خلاص جيم يالك النظام. قبل ما نروح العالمي. قبل ما نروح العالمي. الدور الفرنسي من سنتين. قالوا انه معلش يا جماعة. بعد سنتين في فرقتين. يعني هنهبط اربعة موسم 2022-2023. هيبط اربعة مكان ثلاثة. عشان احنا عايزين نقلل عدد فرق الدور الفرنسي من 20 الى 18. وبعد وقالوا. في اتجاه ان الدور يكون في اخر اسبوع في شهر سبتمبر. ينتهي في اخر اسبوع. يبدأ في اخر اسبوع في شهر سبتمبر. من كم سوى عشرين. ممكن يعني. ان شاء الله يبقى في بيان رسمي. ان فيتوريا كمان عايز يروح يقنع الناس. الاندية ده كلام يدين اللي بيفكر فيه. يعني انك تروح للمدير فان المنتخب مصر تقول له. معلش. الحاجة اللي أنا مش عارفة قدير بها كورة. قبل بروح لكورة عالمية. قبل بروح لكورة فاني كمان. على فكرة انا عجبني. ولكن الحاجة الوحيدة اللي مش عاجباني. التعنت الواضح من روي فيتوريا ضد الناد الاهلي. الحقيقة. وده واضح على فكرة. يعني هذا الثلاثي سواء كابتن حازم كمشرف. روي فيتوريا كمدير فاني الاستاذ غرابة كمدير اداري. هذا الثلاثي بالنسبة لي حاجة غريبة جدا. وعلمة استفام كبيرة جدا. ومحتاج ان انا على فكرة ممكن يفاهموني. اطلع علوم. لا والله عندكم حق في اللي انتو بتقولوه. ولكن اللي انا فهمه. واللي انا عرفته. ولا لم يكن هناك مرة تانية. لم يكن هناك اتفاق. وكان مجرد اقتراح. وتم ربطه من قبل النادي الاهلي. طالما لم يتم الاتفاق عليه. اذا هو ليس اتفاق. صح. فمن حق. انا كنادي الاهلي. انا علم بقى ببيان رسمي. اقول النخبة. من هذه التصريحات. ده لسه قصة تانية. لكن انا بتكلم. انا باستغرب جدا لما شفت التصريحات امبرح. مستحيل. هو في حاجة كده. الكلام ده ازاي بيتقال. لكن كابتشو بيل بصراحة. محاول. هايل. هايل. كلنا يعني طبعا بنتعلم منه. طيب. خلينا نروح بقى للكرة العالمية. ونبدأ التريند العالمي. في الوقت الحالي. محمد صلاح. هل سينتقل للدوري السعودي. انا ما اعتقدش. انا بقوله الاسبوع ده يعني. يعني طبعا. الاسبين قالت من شوية ان هو الاسبوع ده. خلينا نقول انه في 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 تفاصيل شبه مؤكدة عن العرض. تمام. وان العرض ده. بيعلى كل شوية. لا بيعلى. ولو تحط قدام اي انسان. احتمال كبير جدا يوافق عليه. اي انسان. مش اي مش اي لعب كرة القدم. اي انسان هيتقول. هيتقول له انك هتبقى الاعلى راتبا في الرياضة اللي انت بتلعب فيها كلها. الكلمة نفسها. لو مليارات يحب. اه لا. غير كده. انت بتتكلم ان في رونالدو. في نمارو. في بنزيمة. انت بتاخد عالمينهم كلهم. اه. ومقابلات اكتر. ومحمد صلاح. اتبقى نجم كمان الدوري السعودي. انت العربي الوحيد. واتبقى حاجة يا خروف. انا شايف ان الصفقة. الحالة الوحيدة اللي مش هتمها. ان محمد صلاح هو الوحيد الذي لا يملك اي دافع عن روح السعودية. كل اللي عايب النجوم اللي راحت السعودية. حتى الان. في حتة نقصها في اوروبا. سواء بقى مرتب قليل. مثلا. زي حالة راد محرز. انه كان بياخد سبعة مليون يورو. ولكن محمد صلاح. بياخد تلتمائة وخمسين الف السنين في الاسبوع. مثلا. في حاجة زي ان كريستان رونالدو عايز يفنش. مثلا بشكل كويس. في اماكن استشفى كويسة. ويلعب في مردود بدني. اقل شوام بتاع اوروبا. عشان يكمل. ففي حاجة للدور السعودي. في خناقة بالنمار وبين باريس سان جلمان. بقى لها تلات اربع سنين. السعودية وفرت مهرب مادة لها. محمد صلاح معندوش ده. محمد صلاح. من اهم من جوم العالم دلوقتي. لو فيه تلات اربع لايبة فيها. مسكنت بنزيمة. خلاص. دي ناس كلها لها دوافع. انا مش بقولك ان الناس دي ضعيفة او في حتة اخيرة من من كاريرة. اه. وان كان العمر كده. بس طبعا التجربة مختلفة كليا. ولكن محمد صلاح عنده تلات اربع سنين. فأعلى لفل بين اعلى لعبة في العالم. انا مش شايف ان الصفقة. هو بيفكر فيها كده. وان كان محمد صلاح بيميل في كل مركاته. انه يفضل حديث الساعة للاخر. وانا بحترم ده في جدا. ومش ما عنديش ازمة خالص ان واحد نجم زي دوت. او مركز بسم الله. او لا. بيلعب وعمل اسست. وعمل البري اسست بتاع المتش اللي فات. اللي هو كل الناس بتقول ليفر بول مجاش. وعمل منتده في اخر عشر دقايق. محمد صلاح. فهو الشوكة والسكينة كده في مدش معقد. صح. خلص لكن مدش كله في لمسة واحدة. دي حالة انا شاف ان محمد صلاح. او يعني لو ميلي انا كراجل مشجع للكرة المصرية. وشفت تجربة صلاح دي من البداية. انا مش عايز روح. انا مش عايز روح السعودية. لانه انا ليه احلام كتيرة محتاج ان احنا نحققها يعني كمصريين هناك. لو بنتكلم في قيمة الصفقة. انا بنتكلم في العرض الرسمي. اي اكبر يعني اكبر شألة اقتصادية السعودية تدخلها في اللاعبة. لان انت بتتكلم 200 مليون يورو للعب. 150 مليون يورو لنادي. ف350 كده فتح كلام. في 20 مليون يورو اضافات. سواء للنادي او لمحمد صلاح. فانت بتتكلم في تكلفة اقتصادية هتخبط في 370 مليون يورو في السنة الاولى بس. في السنة الاولى بس. ده مفيش عرض قدم لحد غير مبابي. مبابي بس اللي تعرض عليه اكتر من ده. فمحمد صلاح في لحظة هو فعلا بيحس فيها بكل الضغوطات وكل الاشياء المادية. وفي لحظة مع ليفر بول هو ما بي ما بيواجه. ما مش في افضل تشكيل ليفر بول. ففي مغريات كتير بتحصل. ولكن انا شايف محمد صلاح انتقاله الجاي حتى ممكن ما يبقاش للسعودية. ممكن يبقى لو في انتقال جاي. بعد ما يخلص عقد مع ليفر بول زي ما رامي عباس كتب في التويتر اللي نشرها من حوالي ثلاثة اسابيع. احنا لو كنا بنفكر في الرحيل ما كناش جددنا ال 24 وعشرين 25. اه العرض تقل اوي في الثلاثة اسابيع دول. ولكن انا شايف ان النهاردة كمان تقل اوي. النهاردة تقل. لا يوميا بيتقاله يوميا الضغط بيزيد. لانه انت قدام وضع مؤكد ان محمد صلاح ما عندهش مانع العرض. وكل ما بيقول انا ما عندهش مانع. والملكات بيقرب العرض هيعلى. لان لسه السعودية عندها عشرة ايام كمان تقدر تجيب لعبة من الدور الانجليزي. والدور الانجليزي خلاص قفل كل حاجة. ففي عشرة ايام السعودية هتستفرد بقى بلعبة الدور الانجليزي. وتنق منهم اللي هي عايزة. لسه في موضوع كتير. ولكن النادي ما عندهش ازمة. دي نقطة مهمة جدا. نادي ليفربول اللي هو يقدر يعقد الموقف كله. بيبص على لعيب جابه بعمر 26 او 27 سنة. بـ 38 مليون يورو او 42 مليون يورو. وفجأة هتاخد في مية وخمسين مليون يورو. داخل سبع سنين يدك كل حاجة. داخل على 32 سنة دلوقتي. فانت كسبان اقتصادين. والمية وخمسين دول يتحطوا في ايد كلوب. هتبقى جواب فليكسي. هتبقى جريزمان. هتنين تعوز. هتعف تعمل مشروع تاني بنان على المية وخمسين. زي ما عمل مع كوتينيو في صفقة كوتينيو. الـ 140 بتوع كوتينيو. رشوا على الفريق تلات اربعة العيبة مهمين جدا. زي قابلها سواريز. التمانين مليون يورو اللي اتدفعت من برشلونة. خلت ليفر بول جاب صلاح وجاب مانيو جاب العيبة كثير جدا. فانا اعتقد اه دي تويتر اللي نزلت من ثلاثة اسابيع. انه هو كان بيقول لو كنا عايزين نمشي السنة دي. ما كناش جددنا. بس انت ما كنتش عارف ان في مية وثمانين. انت ما كنتش عارف ان في مئة وثمانين. انت ما كنتش عارف ان في حتى وكالة الشقاء يعتبر الوحيد الكبير اللي معاه هو محمد صلاح. ما سمعنش صحيح على اسم العيب كبير تاني مع رومي. اصلي من بدري قوي. وبعدين اختيار محمد صلاح ورومي مع بعض صلاح كان بيفضل لحد بقى متكلم بالاسبانية. متكلم بالانجليزية. ليه اصل عربي علشان لما بيبقى ليه اصل عربي. الميدي احيانا ما بتنروحلوش كتير في الصحافة الانجليزية فهتاخد حتى اختيار مسالي لوكيله. اتمنى التجربة دي تفضل يعني بازن الله. دي قايمة اغلى خمس لعبين تقادية للاجور في الدولة السعودي. خط. بنزيمة امتنات. نمار مية وستين دلوقتي. يعني بموسيمين تلتمين عشر بس في اضافات كتيرة في عقد نمار بتوصل عقد تقريبا الامتن وستاشر في السنة. موضوع البوست بس. اه موضوع البوست ده حقيقي. ده حقيقي. ده شيء ما فيهوش اي. مشاير يجي عشر بوستات بس وقاعد بس. محمد صلاح يبقى محمد صلاح فوق المتين. مبدئيا. ولو اعلن برقم اقل يبقى مية وثمانين تحت رونالدو بنزيمة. وده ده الصفقة الاولانية. الشكلة بس. الشكلية والحد. ده اللي لسه محمد صلاح ما ارس. لسه محمد صلاح ما ارس. انا اعز. خلبي بردو. كمتون الوكيد صلاح ما طلبش. يعني هو صلاح ما اتكلمش. اهو ده عرضوهم. اهو تمانين ده الكلام الاكيد. لا بس. نرى ده اللي ملوها لك. وهي وصلها الى 200 لهو. يعني 200 مليون يورو. ليك انت سنويا. بتتكلم في ثلاث سنويا. اه بتتكلم في ثلاث سنية. اه بتتكلم في ثلاث سنية على 600 مليون يورو. بتتكلم في اضافات بقى في الهداف. والواتشاء والفيلا انت تعتقد فيها هناك. والدنيا دي كلها ده الوحدة طبعا. الاهداف بقى. والقصص دي كلها طبعا ده تفاصيل عرضي اتحاد سعودية اللي بنتكلم فيها. هو كابتن بيتكلم في كل سنة. بيحب دايما يكون هو الوجه بتاعتروبها كلها. الناس كلها بتتكلم عنها. كمان في السعودية. دلوقتي المنطالة العربية كلها بتتكلم عنها. بجانب الناحية التانية كمان في انجلترا واسبانيا وإيطاليا. وشايفينها صحفين من كل بلد في العالم بيحط اخبار. انتفهم؟ بس كابتن مفيش اخبار طلعة رسمي من انجلترا ومن صحفين موسوك فيهم. اللي متأكد ان ليفربول متمسك بقوة بصلاح. طبعا ده ليفربول بتعملها لان صلاح اجابتن ما تحركش نحو الرحيل. هو صلاح لو تحرك نحو الرحيل ليفربول طبيعي جدا مش هتمسك. لكن ليفربول انكليه متمسكة. صلاح يخلص سنة جاي. هو ما ازني بيفكره في البيعة. ما يمقوم مش هجدد غالبا. صلاح مش هجد بعد خمسة وعشرين. لا مش هجدد من انا انا توقعي شخصي ان صلاح هيطلع على الدور الاسباني. هيتطلع على الدور الاسباني من السنة الجديدة. صلاح لسه بالنسبة له فكرة الكردة الدهبية بتتراوض بشكل كبير قوي. وحاسس ان اوروبا فديت بشكل كبير جدا من النجوم. من ايام 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 اص الاسبانية. كان يعني كان فيه شوشرة متعمدة من ريال مدريد حضرتها. يعني حضرتها بكل تعليماتها. انه احنا يعني مش هشرة على صلاح. انه هناك في اسبانيا كانوا بيشوشروا على صلاح جامد بحيث تحصل مشاكل حصلت على فكرة ساعة المشكلة الشغيرة بتاعة مؤتمر الصحفي بتاع مارش سوث هامتون فأس كانوا بيدرسوا يعني أس نشروا ده دايريكت والصحافة الإسبانية اللي من يتابعها يعني سواء أس ومركب من ناحية للمدريد أو من دو سبورت من ناحية ببرشلونة بيعملوا الحركة دي كتير جداً عملوا مع فابرجاس مثلاً في برشلونة أنه أضخ أخبار كتيرة أنه هيخلص خلاص 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 تلاقيه فوتس مع النادي اللي هو فيه والدنيا بقت أمضى معلومة بس ونشوف صحة ولا غلط محمد صلاح أنا اتفق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر أنه يجي بعد يوم أربعة يجي يوم تمانية هل الكلام ده صحيح؟ بس يا كابتل المعلومة اللي عندي صلاح هياخد مواطش من المواطشين يعني صلاح مشارب المواراتين الاتجاه ده قريب جداً بشكل كبير إن الرجل مفضل إنه يلعب تونس ما يلعبش إسيوبيا يلعب بمصطفى فاتحي يلعب بمحمد شريف موجود مختارف دلوقتي يلعب بمصطفى محمد طبعاً متقلق الفترة الفاتحة في الدورة فرنسي والاتجاه دلوقتي الأقرب لي أنه يلعب مباراة تونس الوديه يوم 12 بعد كده يرجع خلال بها كابتل صلاح عنده مباراة يوم أربعة أو يوم ثلاثة اعتقد مع أستون فيلا في الدور الإنجليزي بعدها من المفترض أن يجي مصر محمد صلاح دايماً بعد ما بيجي المعسكر بياخد يوم أو يومين قبل ما بيجي شوف مصر ويشوف الأسرة كلها وبتاعه وبعد كده بيروح للمعسكر فيه اتجاه كبير جداً ده اتجاه بس مش هنقول أكيد لأنه لسه ما تأكدش طبعاً لأنه لسه ما توصلوش مع محمد صلاح جارف بس في مواعيد وصوله يعني ما توصلوش معه ممكن تلعب إيه بس التفكير وعلى فكرة دي برضو حاجة ولازم أقولها يعني صلاح ما بيختارش يلعب إيه لا لا بس صراح طبعاً لا يطلع كابتل كابتل لا يطلع اليومين دولت أن صلاح متوجد في المباراتين وصلاح تحت أمر الجهاز الفني وصلاح موجود في المباراتين ولكن أقول لك صلاح يلعب مباراة واحدة فقط سواء ماتش أسوبيا ويسافر أو يلعب مباراة تونس ويجي متأخر ينضم المعسكر يوم ستة أو خمسة عشان يلعب مباراة يوم تمانية أو تسعة عشان يلعب مباراة مصر وتونس لأن الماتش ده بالنسبة لروي فيتوريا أهم ماتش بالنسبة له لأنه ده الماتش التاني القوي بعد برد بلجيكا كان بلجيكا تونس اللي في النص ده كله محترامي ملاوي في غينيا في النيجر في الهبرية كل ده هو بس أنا شارج جديد ما اتفق مع الجزائر هو برضو كان بيفكر ألعبه فين عشان كان أختاريك كويت فده برضو بيحاول عدل المستوى بشكل كبير لكن صلاح قصة وصوله لمصر ألعبه براح ده بس إذا تم حسم موضوع صلاح نستعرض برضو جدوى للترتيب للدوري الإنجليزي نروح للدوري الإنجليزي وأنا استعرض جدوى للترتيب للدوري الإنجليزي أنا مع دوري الإنجليزي بسرعة كده لعبه ثلاث ماتشاط في السريع كده وإحنا لسه نفكر نلعب إزاي الستي طوع لعب ثلاثة عنده تصع نقاط طبعا واستهم عمل شغل كواس جدا عن سوعة نقاط بداية تبقى حلوة لطيفة بداية تبقى حلوة لطيفة بداية تبقى حلوة لطيفة برايتون طبعا ستة استول فيلا ستة برايتون بنسبالي لفجأة الحقيقة من منشستر رونايت منشستر رونايت بتتكلم على برينتفورد برضو عاملين شغل حلوة عاجبني برينتفورد جدا خمس نقاط تشيلسي أربعة تشيلسي برضا كابتن بتحاول تبني فريق وبتحاول تجيب لعيبة صغيرة في السن بتتكلم على كريستال بالاس طبعا أربع نقاط فولم أربعة نيوكاسل ثلاثة نوتينجام فورس ثلاثة والبرهامتو طبعا ثلاثة أنا مع ابو تريكا سنحر في موضوع تشيلسي ده أنا بصراحة مع ابو تريكا في موضوع تشيلسي ده ولله لو عمله ايه ما هيخضبه كمت تلاقيبه ما عندهش خبرات ده لو تلقوا في التوب فورده يبقى إنجاز كبير جدا لا ما اعتقدش فعلا هو يعني أنا بالنسبة لي توتنام والمدير الفاني بتاع توتنام بالنسبة لي بوستي كوجلو بوستي كوجلو خرج تقريبه من الكاس مدير الفاني لسلتكورينجرز في الدور الاسكوتلاندي فكان ده بالنسبة لي المفاجأة لكن أنا بقول برضو أنا مع ابو تريكا صراحة تشيلسي لو لو جابه قاود تشيلسي الفترة حالية يعني لما جابه إنزو فرنانديس بس يبقى صفقة كوي جدا لو تفرق معهم أنا مش حاسس بفارق وبتكلم على سترلينج بس تكلم على سترلينج مباراة ومباراة تانية يعني مباراة يبقى جامد قوي مباراة تانية مش جامد قوي لا سترلينج بتتكلم على الباقي مفيش برضو جاكسون بس لحد ما كويس يعني انت لو ومط عينك كده وقلت تشيلسي فيها كابل عيب يعني لما تجي تتكلم على مانشيستر سيتي خلي بالك هتقول ثلاثة عيب كبير جدا برضو مانشيستر سيتي متصدر لفيربول فقط نقطتين ولكن مع تشيلسي يعني برضو مش بيعتبر من الفرق الستة كبار والسبعة كبار أرسلنا نفس الكلام شكل منافسة ازاي بعمل ازاي السيناتي مش هيب برضو متوقع ان مانشيستر سيتي مش هيب يعني أنا لسه مستني برضو اللقاءات دلوقتي ما بقوش بيك فور ما بقوش بيك ايت مثلا فيه فرق زي برايتون وزي وستهام بمعاك لحد الاخر برينت فورد خلي بالك بس مانشي بس اقول برينت بعيدة لا تتكلم برايتون بايع الناس بحوالي 150 200 مليون وبرضو لسه عنده متومة وعنده اصول بايع كايسيدو وبايع مكاليستر بحوالي 180 مليون يورو هو أنادي لسه ساعد الموسم قبل اللي فات مع انه فقد مدربه اللي بتاع المشروع بتاعه جران بوتر وجاب روبيرتو ديزيب بالسنة اللي فاتت مدربه شلسي حرق المدرب دوا هو حرق شلسي حرق هو حرق هو حرق بيساعد فيهم من الشامبيونشيب قالوا ستة سبع سنين وعمل مشروع محترم وعمل مشروع محترم جدا والملاكنك كويسي والسنة الجاية بقى هيبيع لسه متومة وهيبيع سولي مارش ففي امتين كمان واستثماريا ولانك بتران على مدرب شاب ده الاستثمار في كورة وانا ما بيعقلوا بمتين مليون يورو ما بقى ما بنافسها البطولة بس ما عمل قلق لا لا وكاسده برضو اللي حصل معاه والمائة وخمساشر مليون تحول الكبتل الكبير جدا وانا يسيب لي فاربول في الاخر وانا بقولك في الاخر يعني نزل اول ماتش جاب درب الجزاء وتعمل عليه فعني ماشي هل ارسنة الممكن ينافس السنة دي من وجهة نظرك ولا كان عادة يسخن يسخن وبعدين يقع في الدول التالي هو هيفضل عادي جدا مادم موسم كويس ولكن انا بس بشوف ان ارتيتة متأثر قوي 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 وده حاجة جميلة جدا وقفض مداري في العالم ولكن التأثر الكبير جدا ومعاك لعيبة مش هما لعيبة منشستر سيتي مش هما لعيبة منشستر سيتي انت عندك لعبة كويسة تتكلم على اوديجرد تتكلم على ساكا تتكلم حتى على باقي اللعبة حتى بارتي عامل شغل كويس شغل جديد وبيحاول يحط بارتي يا كابتن عارف انت زي السيتي كده المنظومة اللي هو اللعيب اللي يطلع من وسط الملعب ويطلع يزيده عنده امكانيات ولكن انا بشوف ان ارسنة للفترة اللي جاية محتاج ان هو يبقى بيلعب بشكل طبيعي بتاع سنة اللي فاتت تلعب اريحية ميحطش ضغوط اللقب قدامه من دلوقتي لان انت بتتكلم في منافسه مع فريق زي منشستر سيتي بص حتى على تحقوداته زي جافرديول اللي جايب ومش حارف اللعب وفيلم كنت تلكم اللعبة اللعبة اللعنده اللعبة جبان ده يمكن منشستر سيتي بس قال بسبب قصة إصابة دي برويل واللي هيغملي في بروير انا بس عشان منشستر سيتي وتنهاج انا انا مش من المقتنعين بتنهاج الحقيقة يعني ولستوا منا المحبين لتنهاج ليه دعوة بودار ارونالدو يعني ولا مالوش دعوة انا متابع جيد لتنهاج من لما كان في ايكس في الدول الهولندي وبالتالي بشوف اه قد يكون هو ما عملش برضو التفرة وجهة نظري هو عملش التفرة كبيرة مع لا حتى مع ايكس ايكس كده كده بيكسب كل حاجة بدار الهولندي متاحة بالنسبة له كل حاجة بدار الهولندي متاحة بالنسبة له جيل بتاع دي يونج و دي لخت و زياش و تاديتش و الجيل ده هو فرط في كل ده هو بيبيع بس عشان المشروع يعني انا ممكن اختلف مع حضرتك في مسألة ايكس بس مع عملش ستر رونايتد هو خط تجربة اكبر منه متهيقلي دلوات ايكس اوكي خط تجربة اكبر منه وعدم اعطاء برضو ضمانات كافية في مسألة رونالدو في المعسكر التحضيري اللي قبل الموسم اللي فات انت ما سبتلوش يعني فرصة او مدتلوش احاق واضح رونالدو جاي المعسكر ولا مش جاي فاستضم بلاعيب معلش يعني ما احترام الشديد الايجو يفقدك كل شعبيتك فسبك في الملعب لما سبك في الملعب في ماتشرايفة كانوا التحضيري وطبعا مشكلة كبيرة ان هو ما عدرش المعسكر بتاع ففي مؤزمك خلاص شرخ واضح ومن اول يوم الموسم هي بدأ كمان اربعة ايام وانت ما جتليش من معسكر التحضير وما تضربتش معايا وبتقول الناس على ان انا عايز امشي من النادي ده لان انا مش مقتلع بقى افكار الراجل ده وانا صابر عليك لان انت نجم علي من الاخر انت نجم علي ووسط الماتش بتاع منشستر والايفا كانوا حضرتك بتسيب الماتش وبتمشي حاجة جدا فهو دخل الموسم متشرس هو يعني لسه منشستر وارسل هتلعاب يوم الحد بوستكتنا ان انا ارا ارسل الاقرب للفوز بس انا انا ارا ارسل واقرب لفوز بس انا ارا ارسل وانايتد كمان اي حمد انا مفيش جديد انت بتفرج على برونو. اراشفور من نفس اللعبية نفس المستويات مفيش الجديد الممكن يشوفه من مدير فني موجود في الملعب صراح انا معا مانشستر يونايتد بالكمل اللي هو فيه وكمل اللعيب اللي هو فيه تحس برضو نوائز برضو كبتل لسه ماجواير برضو مدام موجود لو العنصر الخامس فيه أزمة حلان واستهم عايز يجيب ماجواير واستهم التاني هو هو يشتغل نروح للمحترفين المصريين مصطفى محمد وعامل بداية رائعة في الدولة الفرنسية مع نانت وعامل ثلاثة أهداف لحد الآن وهو من متصدري هدفي الدولة الفرنسية لحد الثلاثة أهداف جاب نفس رصيد كيليان إن بابيو جاب نفس رصيد لعيبة كبيرة جدا مصطفى السنة دي بدأ بداية بجد كويسة مع المدير الفني الجديد بعد انتهاء الضغط اللي كان على نانت بسبب الهبوط السنة اللي فاتت شايف ان مصطفى فعلا بدأ بداية محترمة الثلاث أهداف هو دلوقتي مثلا بقى المنفذ الأول لركلات الترجيح حاجة كبيرة وده شيء ما يستهنش بي على فكرة الموسم الثاني ليه في فرنسا بس هذا الخبر خاص بس بعد ما تكلم عن مصطفى الموسم الثاني ليه في أوروبا بعدين بيبقى في خطوة بجد بعد ما تعمل الموسم ده السنة اللي فاتت هو قفل على عشر تجوان وهدفل فريق لما يعمل عشر تجوان زي يوم الخطوة الجاية أكيد بتبقى دول أكبر مصطفى كابتن تلقى مصطفى بالفعل تلقى عروض الفتر اللي فاتت دي وفيه بعض الكلام معاه لو استبرر على المستوى ده هيكون في فريق هو حابب أنه يكمل على فكرة في فرنسا ياما يروح دول أسباني هو ده المكرر فيه مصطفى محمد والذي أنا عرفته أنه هو موعود بشكل كبير جدا أنه هيتجاب له فريق كبير جدا في أسبانيا الفترة اللي جاية شغالين عليه لأنه جاله عروض تركيا هو رجل مش محبس فكرة اللي عودة لتركيا لكن السنة جاية ممكن يشوف مصطفى محمد في دول الأسباني تريزيجي تريزيجي والإصابة وهناك بعض التقارير تشير إن شاء الله يكون متواجد أقرب من المتوقع إن شاء الله تريزيجي كان يبدأ مع ترابزون سبور في أسرع وقته ممكن لأنه لعيب يعني بغض النظر يكونوا أهلاوة ولا مش أهلاوة بسواء لعيب نموذج يستحق الاحترام لدرجة يعني غير طبيعية لأن ما شفتش يعني المصاعب اللي دخلها تريزيجي في مسيرته الاحترافية من بدايتها ما تقولكش إنه هو هيوصل لحاجات اللي هو وصله دلوقتي ده سواء في ترابزون سبور أو إنه مثلا النازلة اللي من إنجلترا دي مش كله بيرجع منها إنك تروح إنجلترا بعد كده الدينة ما توفقش قوي مع إنك عملت كل حاجة كويسة وأنقصت الفريق وأستون فيلا اللي دلوقتي من الأول ستة دايما في الجدول وهي لعب دور مؤتمرات أوروبي وما إلى ذلك بالفضل بينسب لمحمود تريزيجي أنه هو قعد في أول موسم لي وصعد من الشامبيونشيب الجون اللي جابه في أرسنال في ماتش اللي انتهى واحد واحد ده اللي قعد أستون فيلا فبإذن الله تريزيجي نتمنى له ألف سلام إن شاء الله ويرجع تاني محمد النني هل سيكون لو دور مع الأرسنال خلال هذه الفترة بعد رجوعه من الإصابة؟ وأنا أعتقد يا كابتن أن محمد النني بيعيش خلاص في آخر تجربة من وجهة نظر يعني في آخر تجربة خلاص في الدورة الإنجليزية محمد خلاص هو بالنسبة لأرسنال هو مشروع بيتم تجهيزه الفترات اللي جاية إنه يشتغل في النادي وده من معلومات مؤكدة وهو محمد النني عنده خلاص القابلية وعنده الحب اللي موجود من النادي إنه هو يشتغل معه نني مستوى كويس جدا ما يرجع من الإصابة لما بيفوق بيبقى مستوى محترم جدا المعلومة اللي عندي اللي هو الإخفاء تفاصيل إصابة تصوى من الأرسنال أو حتى منتخب مصر والإخفاء هو عنده إيه ورجع إمتى يعني اللي قدرت توصله إنه هو لسه برضه قدابه بتاع شهر إنه هو يراجع إنه هو يقدر يرجع تاني لبلغة من جديد تدريبات جمعية بشكل كويس ولكن أنا بتمنى له السلامة ولكن ما أعلمه جيدا إنه إني دلوقتي بيفكر وبيشتغل بشكل كبير جدا إنه ممكن يبقى الفترة اللي جاية بقى يبتدي يحضر ما بعد الكرة هو رخص التدريبية حاليا مع محمد وصل للبي حتى الآن يقدر ياخد الإيه بمنتهى السهولة خلاص بعد ما وصل للبي إنه يعمل ده هو عنده 31 سنة لا ودي بقى المعتمدة المعتمدة يفهاش كلام دي تختلف بقى دي يفهاش بقى فلانو علاوة علاوة دي معتمدة دي مظبوطة النادي بيجاهزوا الحاجة بس أنا عندي كمان معلومات إنه هو عايزي كامل سنة أو سنتين في تركيا بعد ما يتعافى من الإصابة بإذن الله وهو أرتيتا بيعتمد عليه كدور كبير جدا في قط اللبس وأعلن ده أكتر من مرة وقال إنه قطة ديبسي فيها محمد النيني مختلفة تماما لأنه زمله في الملعب كلاعب بالمناسبة في أول سنة للنيني في أرسل أنا بشكرة جدا أحمد على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا بشكرة جدا أحمد على وجودك معنا شكرا جزيلا كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع في البيت الكبير زي ما حضراتكم شفته كان أسبوع مليء بالأحداث ولكن دائما سنظل حائط صد للنادي الأهلي وسنظل دائما البيت الكبير هو حاجة بنعملها دايما وإحنا مبسوطين حاجة دايما بنعملها علشان نقول لكل جمهور النادي الأهلي إحنا وقفين مع النادي الأهلي في كل شيء أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله حلقة بداية الأسبوع يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير